رياضياً أو رياضياً انطلق دوري خريف حوف 2021 في ملعب الفقيد عوض عليم حاسن رعفيد بدعم من الشيخ علي سنم الحريزي ورعاية ملتقى أبناء حوف وأثناء التدشين قال رئيس ملتقى أبناء حوف محسن رعفيد إن الملتقى يولي قطاع شباب احتماماً خاصاً مؤكداً أن الهدف من الدوري هو حماية شباب من الإنجرار خلف العادة السيئة من جانبه يأكد الأمين العام لنادي حوف سعيد حسان على أهمية العمل لأجل مصلحة النادي وأن هذا الدوري فرصة لكل أبناء حوف لإظهار إمكانياتهم ومهاراتهم الكروية يعتبر أحد النشاط ضمن الخطط الذي وضعته الهيئة الإدارية الملتقى العام لأبناء مديريد حوف 2021 من هنا أحب أن أقدم أول شيء مباركة لفريق فتك الرياطي بتحقيق الفوز وأقول لفريق ردفان هوردلك إضافة من هذه المنبر أحب أن أشكر الداعم الرئيسي للملتقى العام لأبناء مديريد حوف الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي محافظة المهرة أحب أن أشكر السلطة المحلية في مديريد حوف الذي سهلت لإقامة هذه الدوري وأشكر أيضاً الهيئة الإدارية النادي حوف الرياضي الذي تعمل دون كلل أو ملل من أجل نجاح هذه البطولة من مديرية حوف البوابة الشرقية لليمن نشكر الله على الأجواء الممتازة التي تحظى بها هذه المديرية وكذلك الأنشطة الشبابية التي يقوم بها أصحاب المديرية فهذا الدجين واليوم أول مباراة بين جورد فوت والفتك ونرجو لهم التوفيق ترجمة نانسي قنقر